اشتركوا في القناة السلام على علي بن حسين السلام على ولاده الحسين السلام على صحاب الحسين العزي الأمور الإسلامية جمعا وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤمنين الكافة بهذا المصاب الجلل استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام أنا في الواقع بيّنت في حلقات سابقة ما كان من أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام وما كان من جدهم عبد المطلب وما كان من بني أمية من أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام عدم منع الماء من بني أمية المنع وتشدد في هذا الأمر طبعا وبينت أنه في مواقف كثيرة كان أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام حقيقة لا يقبلون بأن يفعلوا ما فعلوا الأعداء بمنعهم الماء وإنما كانوا يقابلوهم بأن يسقهم الماء ولا يمنعوهم عن وروده أنا في الواقع سأقف اليوم مع بعض المواقف التي اتصف بها العداء تجاه أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام طبعا لا شك ولا ريب بينت أن إمام الحسين عليه السلام ما كان قد فعل مع الحر ومن كان معه بأن إمام الحسين عليه السلام سقاهم عن آخرهم وسقا خيولهم ولكن لنرى ماذا فعلوا مع رسول إمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل سلام الله عليه يقول وفي مشهد آخر من المأساة في الكوفة حيث أن مسلم بن عقيل رسول الإمام أسير مكبل في عيدي جلاوزة بن زياد أمير كوفة الأمويين وقد ذكر التاريخ عنه أنه بعد أسره جلس على باب القصر رأى جرة فيها ماء بارد فقال اسقوني من هذا الماء مسلم سلام الله عليه فقال لهم فقال لهم مسلم بن عمر الباهلي أتراها ما أبردها والله لا تذوق منها قطر حتى تذوق الحميم في نار جهنم فقال له ابن عقيل من أنت قال أنا من عرف الحق إذ تركته ونصح الأمة والإمام إذ غششته وسمع وغطاع إذ عصيته أنا مسلم بن عمر فقال له ابن عقيل لأمك الثكل لأمك الثكل ما أشفاك وأفضك وأقصى قلبك وأغلضك أنت ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني فدعه عمارة بن عقبة بماء بارد فصب له في قدح فأخذ ليش رب فامثال القدح وما أن باعتبار مسلم سلام الله عليه كان هناك لديه جراحات في شرفته فلم يستطع شرب الماء ففعل ذلك ثلاثا فقال لو كان الرزق المقصوم شربته وهكذا قضى عليه السلام عطشا لواسي سيده الحسين عليه السلام وأصحابه الذين يستلتحقون به في كربلا ويقضون عطاشا وقد سبقهم في هذا كما سبقهم في الشهادة اللي تم صدق اليادتي للركب الحسيني بكل معنى لكي لما طبعا هذا فيما تعلق بمنع مسلم رضوان الله عليه الماء في البداية ثم بعد ذلك عطوه الماء طبعا هناك موقع باعتبار ذكرنا أنه سنقف حقيقة بعدة حلقات مع المولى العباس عليه السلام وهذه الشخصية التي وصفها إمام الحسيني عليه السلام في عشية يوم عشر عصتها سعى لما جاءت السيدة الطاهرة زينب عليه السلام وأخبرت أخاه الحسيني عليه السلام بأن القوم بدأوا يزحفون نحو الخيام نحو المخيم فالتفت إمام الحسيني عليه السلام إلى أخيه العباس عليه السلام وقال له اركب بنفسي أنت هذه في الواقع كلام من إمام معصوم وإمام الحسيني عليه السلام يفدي أخاه العباس عليه السلام بنفسه فيقول له اركب بنفسي أنت ثم أنه بعد ذلك كان موقف أبي الفضاء عبدالله السلام يتوجه إليهم وأوقفهم ومنعهم من الزحف وطبعا هنا موقف قال وهو اليوم الساب المحرم الحرام قال وهو اليوم الذي أمر ابن سعد فيه الجيش بين يحول بين الحسين عليه السلام بين الماء لاحظوا يا الأخوة ماذا فعله البيت وماذا فعل أعداؤهم أول ما يفكرون به منعهم عن الماء من الحسين وعيلات حسين عن الماء فقد جاء كتاب بن زياد إلى عمر بن سعد أن حل بين حسين وأصحابه وبين الماء فلا ذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقيي زكين وضوم بعض الكلام تعلق بأحد الأشخاص فبعث خمسمات فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا بين حسين وأصحابه ومنعوهم أن يستقوا منه وذلك قبل قتل حسين بثلاثة أيام باعتبار أنه الكلام في الساب المحرم الحرام فمكث أصحاب الحسين عطاشة وناداه عبد الله بن حسين الأزدي يا حسين ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء والله لا تدوق منه قطرة حتى تموت عطشا يا له جرأتهم على إمام الحسين عليه السلام فقال الحسين اللهم اقتله عطشا ولا تخفر له أبدا أنا هنا حقيقة أكمل وقف لاحظوا يا أخوة قبل أن أكمل كلام إمام الحسين عليه السلام حقيقة إمام الحسين وقطعة من الرحمة ولكن انظروا لهذا الشخص ماذا أجاب الحسين وكيف أدعى عليه حقيقة هناك من يذكر أن إمام الحسين عليه السلام بكى على الأعداء لما بحثنا في التاريخ نجد أن الحسين قطعا نحن نسلم بذلك ونصدر عقائدنا بذلك أنه لبيت قطعة من الرحمة كجده من نبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أوصياؤه لكن أنه يقول هو بكى على الأعداء لما بحثنا نجد أن هذا الأمر لا أصل له وإنما هذا أصدر أو تصدير من قبل أحد الكتاب والمصريين في الواقع ولم نجد لذلك مدركا في الكتب التاريخ فلذلك سأقف مع دعاء إمام الحسين على هذا الشخص الذي قال والله تفتوا أيها الأخوة والله يخاطر إمام الحسين عليه السلام والله لا تدوق من قطرة حتى تموت عطشا فقال الحسين عليه السلام اللهم اقتله عطشا ولا تخفر له أبدا فمات ابن حسين بالعطش كان يشرب حتى يبغر فما يروى فما زاد ذاك دأبه حتى لفظا فسوه ثم نفس الشيء ظل يشرب الماء ولا يروى منه إلى أن هلك فلما اشتد على الحسين عطش أنا هذا الموقف الذي سأبتد به مع شصية أبو الفضاء عباس عليه السلام فلما اشتد على الحسين العطش بعث العباس بن علي بن عبي طالب وأمه أم البنين بنت حزام من بني كلاب سلام الله عليها في ثلاثين فارسا وعشرين راجلا وبعث معهم بعشرين قربة فجاءوا حتى دنوا من الشريعة واستقدم أمامهم نافع بن الهلال المرادي ثم الجملي فقال له عمر الحجاج الزبيدي عمر الحجاج الزبيدي كان مكلف مع المئات في لصد الحسين ومن مع الحسين من ورود الماء فقال له عمر الحجاج الزبيدي وكان على منع الماء من الرجل؟ قال نافع بن الهلال قال ما جاء بك؟ قال جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه طبعا يقال حلاءه عن الماء أي طرده عنه ومنعه من وروده قال نافع بن الهلال قال ما جاء بك؟ أجاب الحجاج بsels نافع بن الهلال قال ما جاء بك؟ قال جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه قال اشرب هنيئا قال فأشرب الحسين عطشان تفت passportي الأخوة عندما يقول إمام الحسين عليه السلام والله ما أعلم أصحابي والله ما أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي فهي كلمة في مكان ماء في الماء قال فأشربوا الحسين عطشان ومن ترى من أصحابه فقال عمره لا سبيل لا سقي هؤلاء إنما وضعنا بهذا المكان لمنعهم الماء فأمر نافع أصحابه باقتحام الماء ليملأ وقربهم فثار إليهم عبر الحجاج وأصحابه فحمل عليهم العباس لاحظوا هذا الموقف لأبي الفضل عباس عليه السلام وكي ندرك كيف كان شجاعة العباس عليه السلام وهذه من المواقف الواقع التي ابتدأها العباس عليه السلام لما منع الحجاج نافع ابن الله ومكانه معه فحمل عليهم العباس ونافع ابن هلال فدفعوهم ثم انصرفوا إلى رحالهم وقد ملوا قربهم ثم رجع القوم إلى معسكرهم بالماء فشرب الحسين ومن كان معه لقب العباس يوم إذن السقاء فالعباس هو السقاء ولقوة قد لقب بهذا لأنه استسقى الماء لا يخيل حسين عليه السلام يوم الطف وقد اشتهر العباس بهذا لقب وعرف به وعرف به عندنا السابين وغيرهم طبعا لا شك ولا ريب هذا هو موقف من المواقف التي نقف بأزاها هذه الشخصية التي وصفها الحسين عليه السلام بهذا التوصيف وقال له أنت كبش كديبتي لما استأذنه بالخروج القتال القوم نسأل الله سبحانه وتعالى نكون أهلا للخدمة في هذا المكان المبارك مرقد أبي الفضل عباس عليه السلام ونسأله سبحانه وتعالى فقنا لزيارته لننال إن شاء الله شفاعته يوم التنصب الموازين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة